السلام عليكم ناس اللي داروا العملية دي المرارة أولا اللي غاد يديروا العملية دي المرارة يعني غاد يحيدوا المرارة كان بعض المعلومات اللي يخصصهم يعرفوها هاد المعلومات كتهم أكثر يو الجانب دي الماكلة يعني شنو غنبقى ناكل من بعد ما نحيد المرارة حيث كان بزاف دي التساؤلات وبزاف دي المخاوف حول النظام الغدائي من بعد إزالة المرارة نبدأ بأول نصيحة وهي أنك من بعد ما تحيد المرارة يعني وانت مازل في صبيطار النهار اللول خاصك ما تاكلش المكلة اللي قاسحة من الأفضل تركز غير على السوائل يعني شي حاجة اللي كتشرب أولا الحسواء أولا مرقة خفيفة هادو أفضل حاجة تبدأ بهم رحلة ما بعد إزالة المرارة حيث الأشياء السائلة سهلة في الامتصاص وما كتعدبش بزاف المريض وكتخليه مرتاح في الجهاز الهضمي ومن بعد ما تركز على السوائل والحسواء يعني ستنتقل لمأكلات الصلبة شوية بشوية يعني مرة مرة تقدر تأكل مثلا الروز أو البطاطا أو الخبز يكون الشعير أو الشوفان من الأحسن أو على الأقل يكون خبز كامل بالنخالة وما يكونش داك الدقيق البيض اللي تبلينا به للأسف المهم هادو أول نصيحة ستبدأ بهم الرحلة من بعد إزالة المرارة ستبدأ بالسوائل وتنتقل المأكلات الصلبة كما قلنا بحل الروز بطاطا مسلوقة الخبز الشعير أو الشوفان من أولى الخبز الكامل بالنخالة ممكن تأكل الخضروات خصوصا الخضروات اللي فيها الألياف الخضروات الورقية الفواكه بحل البانان أفضل حاجة للمصارن وحتى البروتينات ممكن تأكل البروتينات اللي كانت في الدجاج مثلا وفي الحوت حاول تتجنب الحمر حيث تتقيل وصعيب في الهضم وأبرز نصيحة يقولها الأطباء الجراحة للناس اللي يحيدوا المرارة وهي يبتعد عن الدهون واللي يقللوا منها بشكل كبير أنا ما غادش نقول لكم بعد منها نهائيا علاش حيث الدهون مهمة أي حاجة كناكلوها وخلقها لنا ربي حلالا طيبة فهي مهمة وعندها واحد دور في الصحة ديالنا الدهون مهمة لنمود الخلايا ديالنا والحماية ديال الأعضاء وتصنيع بعض الهرمونات يعني بدون دهون ما نقدروش نستمره في الحياة ولكن النصيحة هي ما تكترش بزاف من الدهون خاص الواجبات ديالك يكونوا فيهم دهون قليلة ما فيها بس تاكل شوية ديال الزيت بلدية ما فيها بس تاكل بعض الأنواع من الأسماك بحل السردين مثلا لك يعجبك فحتى هو فيه دهون أوميغا ثلاثة وهي أفضل دهون وسهلة في الامتساس وما تقيلش بزاف بحال الزيت الرومية خصكت بعد منها بحال الزبدة والمارغارين خصوصا المارغارين الزبدة الرومية خصكت بعد منهم بحال زيت النخيل ما غادش تلقاها كتباع بوحدها في قرعة ولكن غاد يتلقاها في بعض المصنعات والمعلبات مثلا شكلط والكثير الكثير من المنتجات اللي فيها الزيوت النباتية والمهدرجة وايضا المأكولات المقلية بحال بطاطال فلفلاء الحوت وخال الحوت زوين ولكن ما خصوص يكون مقلي الزيت الرومية ما تكل منها ولو قطرة وحدة هذا فيما يخص الدهون اما بالنسبة الالبان فمن الأحسن تتجنبها تماما او الى بغيت تكل الالبان والمشتقة ديالها خصوصا تكون قليلة الدهون كتلقى في العلبة ديال المنتوج اللي شريتي مثلا حليب ولا شي منتوج فيه مشتقة الالبان قليلة الدسم او قليلة الدهون فهنا مزيان ممكن تاخدو بدون مشكلة ولكن الالبان اللي كيكون فيها الدهون بزاف فمخصكش تكتر منها وحاول تقلل منها الحليب اللبان الفرماج الزبتال ودهك الكريم ودهك المايونيز حتى المايونيز حاولت منه باتاتا حتى هو فيه نسبة من الدهون فهي صعبة في الهضم والمرارة ديالنا مكهناش يعني صعيب تهضم هاد الاغذية التقيلة نصيحة اخرى وهي تبعد من الحار الفلفل الحارة ولا البزار ولا اي توابل ممكن تكون حارة في الماضاق ديالها فهي ايضا صعبة على الجهاز الهضمي في غياب المرارة خاصك عاو تاني تقسم الماكلة ديالك يعني ما تاكلش بزاف حتى تشبع فهنا غادي تعاني بزاف علاش حيتمكيناش المرارة اللي غا تهضم لك الدهون وغادي تساعد المعداء والبنكرياس في الهضم ديال الماكلة ديالك فكل ما قسمت الاكل ديالك على اربعات المرات ولا خمسات المرات عوض جوج مرات وجوج واجبات كبارين في اليوم كل ما قسمت الاكل ديالك غادي ترتاح اكثر وحاجة اخرى ما تعد طلش العشاء يعني حاول التعشاء بكري كيقولوا في حد المثل العشاء قبل العشاء يعني حاول التعشاء قبل ما تصلي العشاء فهذاك هو احسن وقت باش كترتاح الليل ديالك كامل وكيرتاح تل جهاز الهضمي من عملية الهضم في النهار كامل نصيحة اخرى وهي حاول تحرك يعني انطلاقا من النهار الاول او الثاني ديال العملية ديالك حاول تبقى تنوض وتتمشى شوية بشوية من بعد ما تبرالك الجرحات واللي قادر انك تمشى مزيان حاول يوميا تبقى تمشى لمدة كافية باش الدورة الدموية تكون مزيان والهضم ديالك يكون في احسن الظروف حيث المصران ديالك كيتحركوا والحركة ديالك كتعاون ذيك الحركة ديال المصران فما كيوقعش واحد المشكلة الانتفاخات وتأخر هدم الطعام في المعيدة ايضا على المناضة حتى هي تقيلة بزاف وخيبة اصلا بدون انك تدير عملية المرارة حتى الاشخاص السليمين لما امراد موالوا معمرهم داروا عملية انا ما اعرفش علىش اخترعوا هاد المناضة وحطوها للانسان يشربها يوميا وهانية حاجة اخرى تباعد حتى من المواد او من المشروبات اللي فيهم الكافيين مثلا القهوة فيها الكافيين وفيها الكافيين ولكن نحن الشعب المغربي ما يمكنش ندوزه نهارنا بلا اتي يعني ممكن تشرب اتي بكمية مناسبة ما تدركش يعني حاول تباعد على القهوة وتبدلها باتي فأتي حسن ويجب ان تدرك مراقبة يعني تبقى تعقل على الماكلة التي ضرتك وتحاول تتجنبها مستقبلا او لا تقلل منها وما تاكل بنفس الكمية التي كنت سابقا وضرتك يعني بحالة ستبقى كل مرة تدرك اختبار وتدرك واحد التاست لأي حاجة كنت تدركها وحاول في كل مرة تاكل تدرك غير مادة واحدة او لا يجب ان يكونوا مخلطين لكي يحسي بشي ألم ما تحيرش في سبعات المواد مخلطين في ذلك الماكلة ونعرف ما تدرك يعني ممكن مثلا تبقى تشرب كاسدة أن تتعب بوحده وتشوف ماذا يضرك او لا تبقى تأكل الحوت بوحده وتشوف ماذا يضرك او لا وخجل نرى ما تضرش ولكن ما تحتاجك تكتر منه وما تحتاجك تقل بزاف على المصران نأتي بها الأدوية التي يمكن أن يأخذها المصاب بمضاعفات ما بعد إزالة المرارة حيث من اللي كان يحيض المرارة بعض الناس إلى ما قلنا أغلب الناس يشكوا من بعض المضاعفات أبرز هذه المضاعفات هو الإسهال تكون الكرش لهم جارية مطلوقة لماذا يوقع لهم الإسهال حيث الماكلة تأتي إلى المصران لا تجد المرارة التي تهضم لها فتبقى الماكلة مع الثلاثة الماء والمصران لا يقبل الأكل في ذلك الحالة يجب أن يكون مهضوم ومطحون بالمرارة فمن اللي لا يقبلوه يخويه ومن اللي يبقى يخويه كل مرة يوقع إسهال هذا الشعلي بالنسبة للمرارة يشكوا من الإسهال وكي نحتل الآلم من بعد إزالة المرارة يسمى يعني واحد المتلازمة يقول لك الشخص أو تقول لك المرارة حيث أغلبية يكونوا نساء كان شكي بالحرائق في الجنب اليمن يعني كما كان عندي قبل ما نحيد المرارة فذلك الحرائق لا يوجد الحجر اللي يرجع لك في المرارة أصلاً المرارة لا يقاتلك وليس ذلك المرض اللي داويته وحيته بسبابه المرارة هو اللي يرجع لك فغير ذلك البلاسة اللي تحيدت من هذه المرارة كتخليه واحد الآلم بسبب كما قلنا هذا السؤال الهضم وبسبب مضاعفات ما بعد العملية حيث أي حاجة طبية كتكون عندها مضاعفات فهذا الإسهال وهذا الآلم يعني ممكن الواحد يتجنب بهذا النصائح اللي قلنا دي التغذية والمكلة إلا نضمتها مزيان فغالباً ما غير يوقع لكش هذه المضاعفات ولكن لو قعوك كان بعض الأدوية اللي ممكن تريحك من هذه المشاكل فكان الأدوية دي المغص والآلم بحل مثلاً الأدوية اللي فيها فليوروغلوسينول بحل سباسفون ميغاسفون ديسبينول فكلهم هذو أدوية ممكن يحيدلك الألم دي التشنج في البطن ديالك وكان الأدوية دي الإسهال ما أكثرها وممكن تاخدها يعني بدون وصفة طبية وكان الأخص غير بعض الاستشارة مع الصيدلي باشتعرف النوع اللي يصلاح لك بحل هذا بقى إيموديوم أو البروبيوتيك حتى وما كينفعو في هذه المشكلة الإسهال وكان مادة كوليستيرامين حتى هي ممكن تلقوها في الصيدليات يعني كتخفف ذاك الجهد ديال الحموضة ديال المرارة وكان أيضا يعني الأملاح المرارية فمن بعد ما كتحيد المرارة ما كتبقاش ذاك الوظيفات لهدم مزيان فممكن الواحد يعوض يعني ذاك الخزينة ديال المرارة اللي تحيدات له بالأملاح المرارية كتسمى بايل صالت يعني أملاح مرارية كتعاون في الهدم وكتؤديت قريبا نفس الدور ديال المرارة فهذا الأملاح هذي كتعاون أن الشخص يهضم المكلة دياله يعني بدون مشاكل وأيضا غدي تلقى مشكل في هضم الفيتامينات الذائبة في الدهون بحال A D E K فيتامينات A D K فهذه الفيتامينات ما يمكنش يدخلوا الجسم ديالك وما يمكنش تستافد منهم بدون تواجد الدهون فلهذا ممكن تاخدهم مع وجبة دهنية مثلا وسط الغضاء يكون شوية ديال مرقة ديال الزيت بالدية ما شي مرقة ديال الزيت الرومية باش للصحة ديالك تستافد من هاد ال A وال D وال E وال K حيث هما فيتامينات ما غادش يتمتصوا ويدخلوا للصحة ديالك والدورة الدموية ديالك بدون تواجد الدهون إذا كين ما سمعتو ونتمنى تكونو استافدتو وقيتو هاد المعلومات هذه هي أبرز المعلومات والنصائح اللي ممكن الواحد يستعملها ويطبقها من بعد ما يحيد المرارة دياله لحياة أفضل وبدون مشاكل كان معكم طبيب الأمل منا ألف سلام